بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتنميدات في مقطع آخر من دروس مادة علوم الحياة في الأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم تجريبية ومستوى أولى بكالوريا علوم رياضية خيار فرنسية إذن كما قرأتم في عنوى هذا المقطع اليوم إن شاء الله سوف نتطرق لي la relation entre la vitesse du courant et la taille des particules sédimentaires يعني العلاقة بين سرعة التيار وقد العناصر الرسولية فلنبدأ على باركة الله ومن أجل فهم بالتفصيل العلاقة بين سرعة التيار وقد العناصر الرسولية نقترح الواتيقة التالية إذن الواتيقة تمثل مبيان دياغرام دهولستروم مبيان هولستروم فلنقرأ الواتيقة إذن لدياغرام دهولستروم illustre le comportement des particules en fonction de leur taille et de la vitesse du courant إذن هذا المبيان يبين ماذا سيحدث لرواسيب هل سيحدث لألحد أو نقل أو ترسوب بنا أن على بدلالة قد هدل عناصر الرسولية قد الرواسيب وصرعة التيار ce diagramme a été basé sur des expériences en laboratoire أفعال دهولستروم لنقل أو ترسوب بنا للعناصر الرسولية السرعة الدنيا لتيار لكي يقوم هالتيار بتحريك او نقل او جعل العناسر الرصوبية تترسب في وسط الرصوبية معين. اذا كما تلاحظون في الصورة الدياغرام ديولستروم ببساطة هذا المبيان ماذا يمثل او ماذا يبين يبين ببساطة ماذا سيقع لي الرواسب التي ندرسها ماذا سيقع لي الرواسب هل سيكون هناك حتى ايجوزيون او هل سيكون هناك نقل ترسب او هل سيكون هناك دبو يعني ترسب إذن كما هو مبيان هاد العناسر تلات حتى نقل واترسب هي بدلالت سورة التيار وبدلالت قد هاد العناسر الرصوبية لديمانسيان ديولستروم ببساطة مليمتر قد العناسر الرصوبية ببساطة مليمتر إذن السؤال الأول إذن ببساطة فهذا المبيان مبيان لحلستروم وحديد ما هي العوامل المتحكيمة فيما سيقع لي الرواسب هل حد مناقل ام ترسوب لتقدم معه كذل بالأسواة الرسائر بالأسواة سؤال تاني ماذا يفترض معه تحرق 10 أَسواة وماذا يفترض كالطاقة سمضت فيها ستديمونت لمسكس하신 ما في الطنية مثل اجراء بين المنظام الرسائر يكون هناك الت BRAسوم يعني دبور سؤال تادية déterminer la vitesse minimale permettant l'érosion d'une particule de 0,01 de diamètre حددد السورة الدونية التي سمكيننا من حد رأسيب contreه 0.01 millimètres إذن وكإجابة على السؤال الأول التي قالت حليل هاد المنحان وحددد ما هي العوامين المتحكمة في مادة سيقالي الرواسيب إذن دابخي لديقرام دولستروم تلاقن من منحنا هلستروم هادل العالم هلستروم ان رمحك نو لاحيد كأن الألمان سيدمنتر sur la surface de la terre peut adopter 3 types de comportements différents يمكن أن نقول أنه أي عنصر رسوبي على سطح الأرض يمكن أن يحدث له ثلاث أشياء إلي سواء أغاشي أو إرود إرود يعني إما سيقال له حد سواء ترسوبي أو يقال لها دانصر رسوبي النقل سواء سيدمنت أو الترسوب وبالنسبة للعوامل المتحكمة في هذا ثلاث سواء الحد النقل أو الترسوب هي ترسوبي لا يمكن أن يكون ترسوبي النقل من المتحكمة اور أيعام المقال لديم أو المقالي وايوانا وإنجال المقال والعناسرة المصبية بالنسبة للمسؤال الجنية لديموں تجنية 10 سم يحدث في قلوة المقالية أثناء المقالات في المقالية ينكلة من 40 سم في الجنية ويستمج بطبيق أي زال المقالية الرسوبية سوف تتعرض هذا المرة للترسوب فهوم اذا نحن اعطيناكم الصورة انتم سوف تحددون قطر العناصر التي سوف ما ابتداء من اي من اي قد للعناصر الرسوبية سوف يبدأ يحدث الترسوب ببساطة سوف نقوم باسقاط قيمة عشر سنتيمتر في الثانية في تيس الصورة على الميبيان ميبيان دولستروم وسوف نقوم باسقاط على الترسوب سيدمونتاشون او ديبو التوضع وسوف نحصل على قطر يقابل سفر فاصلة واحد ميليمتر اذا انطلاقا من سرعة عشر سنتيمتر العناصر الرسوبية التي سوف تتعرض للترسوب هي جميع العناصر التي لها قطر او قد سيفر فاصل على واحد ميليمتر او اكتر إلى هذه المرة إلى المحور الأفوقي لأنه هو الذي يمثل عليه قد العناصر رسومية سوف نقوم بإسقاط قيمة 0-301 وسوف نأتي إلى تقريبا هنا إلى إسقاطها على مساحة الحت وسوف نقوم بإسقاطها في اتجاه الصرعة ونحصل على الصرعة تقريبا هي 200 سنتيمتر في الثانية تقريبا كما تلاحظون إذن سمبل إسقاط بسيط للصرعة على الميبيان أو إسقاط بسيط لقوطر العناصر على الميبيان إذن إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع في المقطع القادم سوف نتكلم عن الموضة للترانسپور des éléments سيدیمنتر يعني نمط نقل العناصر الرسومية إذن إلى هنا إذا لديكم أي تساؤلات أي ملاحظات أي توجيهات أي نصائح أرجو وضعا في خانة التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر